بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وآدر المسمى والذين كفروا عما أنذروا معرجون قل أرأي ثم تدعون من يعدون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض يمنى مشرقوا في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارت من عيني ومن أضل مما يدعو ميدون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم قافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافر وإذا تتلى عليهم آياتنا بجينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه خل إن افترأتهم فلا تملكون لهم لله شيئا وأعلم ياتف يضون فيه كفى به شهيدا مني وبينكم هو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما دني ما يفعرك ولا بك من التبع إلا ما يحاى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عيد لله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمروا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين آمنوا للذين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقول لهذا يفكر قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ليونظر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوفنا عليه ورهم يحزرون أولئك أصحاب الجنة خاردين فيها جزاء بما كانوا يعملون وبص إلى الإنسان بوارده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى واردي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصدح لي في ذريتي إني كبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسر ما يعملوا ونتجاوزوا عن سيئتهم في أصحاب الجنة وعد الصديق الذي كان يوعده الذي قال لوارده يوفل لكم أتعجالي أن أخرج وقد خلت الغرور من قبله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فيهم ودخلت من قبلهم من الجن والإنجلس إنهم كانوا خاسرين ولكلهم درجات مما عملوا وليوفيهم ربهم وليوفيهم أعمالهم وهم لابد لبن ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمدعتم بها فاليوم تجذون عذاب الأون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون واذكروا على قواعد إذ أنذروا قضره بلحقا في وقد خلت النذر من بين يديهم ومن خلفي لا تعبدوا على الله إني أخاف عليكم عذاب يوم العظيم قالوا أجئتنا لتأفكنها عن آلهتنا فأتينا بما تعزنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغوا ما ورسلتم فيه ولكن يراكم قاموا تجهلون فلما رأوها عارض المستقبلية وديتهم قالوا هذا عارض منطلنا بل هم ما استعجلتم بحوم فيها عذاب أن تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يراء إلا مساكن كذلك نجد الغاب المجرم ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لكم فيه وجعلنا لهم فيه سمعوا أبصار وافدة فما أغنعتهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شئ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاغبهم ما كانوا به يستازمون ولقد أهلكنا ما حملكم من القرى وصرفنا الآيات على هم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتقذوا ميدون إليه قربانا آلية فالضلوا عنهما ذر كيفكم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك أغفر من الجن ليستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قد يولوا إلى قومهم منذنين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا ومزرقين بعد المساهم صدقا وبين هذه هي دير الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم وإذنهم بكم ويجدكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فلا سمعوا عجزهم في الأرض ولا يسألهم من دونه يا أولياء أولئك في الضلال مبين أولم يروا أن الله الذي اخرج السماوات والأرض ولم يعجب خلقه إن بغادر على أي حج الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قولوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون فاصبر كما صمر أولو العزب من المسر ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يعجر لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يفلك إلا القوم الفاسقون سعونة محمد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمروا عملوا الصلح أتوا آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه كفروا عنهم سيادهم وأصدع أمانهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا البطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ثمتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداءا حتى تضع الحرب وفزارها ذلك ولو يشاء الله لهم دفر منهم ولكن ليبروا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فريضا لأعمالهم سيهديهم ويستعوالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت خدامكم والذين كفروا فتعصر لهم أضل أعمالهم أم أعمالهم أبالم يسويبوا في الأرض مان أضرقا فكان أعكمد الذين أمني قبل ودمر الله عليهم والكافرين امتاروها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن القافلين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جننادي الندري من تحتها لنهار خالدنا فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات الدجيمي تحت الانهار والذين كفرية تبتعون ويأكلون النعم كما تأكلون النار والنار وسوى لهم وكأي من قرية هي أشد غوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعصر لهم أفمن كان على بجنة من ربه كمن سجن له سوء وعمله واتبعهم وعواهم مثل الجنة التي وعيد المتقون فيها أنهار من ماء غيئاس وأنهار من لبن لبن تغير طعمه وأنهار من قمر اللذة لشارب وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقماء حميمة فقطعا معاءهم ومن يستمعوا لك حتى إذا خرجوا من عيزك قالوا للذين أمت العنب وماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا وهواهم والذين هتتوا زادهم وأتوا لفهم فلينذرون إلا ساعة تأتيهم بغدا فقد جاء أشطعتها فأنا لم بذا جاءتهم ذكرهم فأعلم أنه لا إله إلا الله يستوى استفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم وتغلبكم وسواكم ويقول الذين آمنوا لفنا نسلت صورة فإذا نسلت صورة محكمة وذكروا فيها القدال رأيت الذين في قلوبهم مرضون يوضرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان قرر لهم فألعسيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتغطيعوا وارحابكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أفلا يتدبرنا القرآنهم على قلوب أغفالها إن الذين ارتدوا على أدوارهم من بعد ما تمجل لهم نسلت الشيطان يسول لهم وأمنا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين أنقرهم أنزل الله وسنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصراره فكيف إذا توفتهم الملائكة يضرقون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم متبعوا ما أسخد الله وترهم رضوانهم فأحبطوا أعمالهم ومحسب الذين في غلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينكم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنه في لحل القول الله يعلم أعمالكم وننبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم إن الذي كفر وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول بعد ما تبيل لهم الهدارا يذر الله شيئا وسيحبطهم أعمالهم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله وانصركم ويثبت خدامكم يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله وطيعوا الرسال ولا تبتلوا أعمالكم إن الذي كفر وصدوا عن سبيل الله ثم ماتواهم كفارهم فلا يغفروا الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعنون والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لا عموا ولا هو وإنتم من وتتقون يؤتكم وجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم إن يسألكم وفيفيكم تبكر ويكرد أضغانكم ها أنتم ما أولئك دعون لدون في كل سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبقل فإنما يبقل عن نفسه وإن تتولى ويستبذي القوم عن غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم